الخلاص أحبائي هو عمل إلهي كامل لا دخل للإنسان فيه إطلاقا فالخلاص هو فكرة إلهية والخلاص هو مبادرة إلهية والخلاص هو إنجاز إلهي الخلاص فكرة إلهية قبل ما أخطأ آدم وحواء الله طبعا ما تسألني صعب كيف شويت الطراب اللي هون تفهم الله الغير محدود فهي فكرة إلهية مكتوب أحبائي وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا فالله خارج عن نطاق الزمن غير محدود في الزمن ولكنه يتعامل في الزمن هاي فكرة يعني قبل قبل تأسيس العالم مكتوب أيضا فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب لاحظ بروح أزلي في بطرس الأولى إسخاح الأول والآية 18 علمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذاب وبيكمل يقول بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم ولكنه أظهر لكم في الأزمنة الأخيرة فأظهر من أجلك ومن أجلي ثم هي مبادرة مثل ما حكيت ثكرة وهي مبادرة إلى هي الله اللي أخذ المبادرة أن يصنع أقمصة من جلد لآدم وحواه الله اللي أخذ المبادرة فكل الأديان النبي بحاول يوجه الشعب لأله ولكن المسيحي فقط تعلم أن الله هو الذي أخذ المبادرة وجاء للإنسان من خلال شخص يسوع المسيح والكلمة صار جسدا ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه الكيفية مولودا من امرأة مولودا تحت النموس ليفتدي الذين تحت النموس لننال التبني فإذن هي فكرة إلهية مبادرة إلهية وإنجاز إله أحبائي مكتوب أحبائي الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا فإذن هذا العمل هو عمل يسوع المسيح متبررين مجانا بنعمته الذي بالفداء بالمسيح يسوع ربنا ربنا